مرحباً إلى ساينس ونستي لذلك نعلم قليلاً عن الكورونا وماذا يجب أن نفعله عندما نصدق الأشياء اللي بنعرفها من قبل التطعيم بيمنع أن الناس يصيبهم المرض العلاجات المضادة للفيروس بتعالج الناس اللي مسبقاً عندهم مرض النتوآت البروتينية والجسم المضاد مكونين من البروتين وهدول البروتينات ممكن أن ننتجهم في المختبر عن طريقة حقن الـ DNA اللي عنده رمز للبروتين داخل بكتيريا أو خميرة أو خلايا الحيوان الثدوي وبعدين هدود الخلايا هم اللي بنتجوا البروتين كيف نقدر نمنع الإصابة بالفيروس الكورونا من أهم الأشياء اللي لازم نعملها هو أن نغسل إيدينا هذا الفيروس الكورونا غطاء فيروس الكورونا مكون من الدهنيات هذا مركب من الصابون جزيئة الصابون مكون من جزئين الديل اللي بيرتبط مع الدهون والرأس اللي بيرتبط مع الماء لأنه غطاء الكورونا مكون من الدهون فديل الصابون بيرتبط بالدهون تاع الفيروس بيرتبط رأس الصابون بالماء اللي بيستخدمه لما منغسل إيدينا الماء بيصحب الصابون وغطاء الفيروس بيتكسر وبيدوب الجزء الداخلي من الفيروس وبينغسل بالمي من الإجراءات الثانية المهمة هو البعد الاجتماعي لكن ليش البعد الاجتماعي؟ الفيروس بينتقل عن طريق القطارات إذا شخص عطس أو كح فالقطارات بتطوف في الهواء شوي وبعدهم تنخفض إذا خليت مسافة كافية بينك وبين أشخاص الثانين هدول القطارات ما رح يوصلوا ليلك نسبة العدو نسبة العدوى هو كمية الناس اللي رح يمرضوا من شخص مريض ونسبة العدوى بتعتمد على نسبة اللمس أو التواصل بين الناس إذا ما بتشوف كتير ناس فبتقل الاحتمال إنك تنشر الفيروس خلينا نشوف مثال نظري عشان نفهم أكتر كيف بتصير العدوى النقاط الزرقاء بتمثل الناس اللي صحتهم جيدة النقاط البرتقالية هم الأشخاص المريضين النقاط البنفسجية بتمثل الناس اللي تعافوا واللي حاليا عندهم مناعة في هذا المثال ما حدا بيموت هل أخلينا نشوف كيف المرض بنتشر في مكان حيث الناس عم بيتحركوا كالعادة بيتلاحظوا انو الانتشار بيبدأ ببطول بعدين بيزداد بسرعة بعدين بينخفض مرة أخرى وبيكون عدد الناس اللي عندهم مناعة زدادوا هلأ خلينا نشوف مثال بحيث عزلوا الأشخاص المريضين عن الأشخاص اللي صحتهم جيدة مش سهل انو نعزل كل الناس المريضين عن أشخاص اللي صحتهم ممنيحة لما بيكون حتى في فرق صغير بين العزل المرض بنتشر كتير بسرعة لبقيت السكان هلأ خلينا نشوف مثال بحيث فقط ربع من عدد السكان بيتحركوا ومن الواضح انو المرض بينتشر ببطول أكتر من قبل فبالبعد الاجتماعي عم نحاول انو نعمل هذا الشيء هلأ خلينا نشوف مثال بحيث فقط ثمن من عدد السكان بيتحركوا ممكن تلاحظوا انو الانتشار تبطأ كثير وانو منحنا الانتشار صار مسطح أكتر من أبل إيش هو مناعة المجتمع؟ شكرا بشريات لتحركوا في المنوعة لتعرفة لتحركوا في جميع أساسي مقاذب تحركوا في الكثير من المنوعة أعتقد أنه قليلاً من المجتمع المهمة لنرى لذا لماذا لا نرى بعض المجتمعات؟ أعتقد أنه سيساعد. مناعة المجتمع لها علاقة بمناعة مجموعة كبيرة من الناس. فبهاي المجموعة إذا في عدد كبير من الناس عندهم مناعة فمناعتهم تحمي الناس التانين اللي ما عندهم مناعة. خلينا نشوف مثال نظري. في سيملات الحلم الكبير الموجودة إذن الأمور. في السيملات الحلم الكبيرة هي إن مناعة الموجودة من الناسمين كبير من الأمر. في بيقين الأمور فرق مناعة في الشقاء والآن لا توي مناعة الفيلم وتحقيق واحد على أن في caso العمل كبيرة ليší للتصرف لأنهم مناعة الفيلم من الناس محلات من الناس لتوقف المناعة فالأسفل ما يزوج لها تلك الأمور التي يشكرون هاين مناعة الموجودة في هذا المثال اللي لونه أحمر مريض و اللي لونه أبيض صحته جيدة و اللي لونه رمادي هو شخص عنده مناعة في البداية عدد الناس اللي مريضين بيزدادوا بسرعة وبعد فترة عدد الناس المريضين بيصير ثابت والناس اللي عندهم المناعة للمرض بيحموا الناس اللي لساتهم حساسين للمرض هذا لأنه إذا فيه شخص مريض محاط بالناس اللي عندهم مناعة للمرض المرض ما بيقدر إنه ينتشر بعد هيك شو تعلمنا اليوم الاحتياطات لمنع انتشار فيروس الكورونا غسل الإيدان الصابون بيسبب تلف في غطاء الفيروس بهاي الطريقة الفيروس بيبطل فعال البعد الاجتماعي بيأدي انخفاض معدل الاتصال إلى انتشار أبطأ للمرض ومنحنا الانتشار بيصير مسطح أكتر هذه هي آخر حصة في الدورة ونتمنى إنكم استمتعتوا ترجمة نانسي قنقر